قال العلامة وهنا قال لإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكمل العدة ثلاثين يعني هنا متى يجب صوم رمضان متى يجب صوم رمضان يجب بشيئين برؤية الهلال أو بالإتمام لعدة شعبان طيب أن يصوم المسلمون على حسب يعني هذه التي تسمى يعني الفلك أو ماذا المرصد يعني الأحوال هذه الفلكية لا هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي المرصد بمعنى المنظر لا لكن يعني الآن يقول لك بعض الفلكيين الحساب الفلكي الحساب الفلكي أما المنظر استخدامه لا بس وقال ذلك العلامة بن وثيمين رحمه الله قال العلامة الصنعاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم فإن غم عليكم فاقدروا له يعني أي أكمل العدة ثلاثين قال الصنعاني رحمه الله الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطاره أول يوم من شوال لرؤية هلاله وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على الخلاف في ذلك فمعنى إذا رأيتموه إذا وجدت فيكم إذا وجدت فيما بينكم الرؤية فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم وقيل لا يعتبر لأن قوله إذا رأيتموه خطاب لجميعي خطاب لأناس مخصوصين به وفي المسألة وفي المسألة أقوال الخطاب لأناس مخصوصين وليس للجميع بمعنى أنا لا أصوم وأنت لا تصوم والمرأة في البيت لا تصوم والرجل في مزرعة لا يصوم إلا إذا رأى لا ليس هذا هو المراد لكن المراد إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر يعني رجل مسلم عدل يعني مكلف إذا رأى الهلال حديد البصر يعني بعضهم ربما عنده عمشة أو كبير في السن ويأتي وينظر ويقول رأيت الهلال رأيت الهلال الذين حوله ما رأوه ينظروا قال الله ما رأينا كما حدث لمن لأنس رضي الله عنه لما كبر وشاخ فكان ينظر ويقول رأيته والذين حوله لم يروا ففطن له بعض الأذكياء وقام ومسح على حاجبي ثم قال له يا أبا حمزة انظر فنظر الله ما رأيته طيب ماذا رأى رأى شعرة بيضاء يعني مقوسة فظنها الهلال ولهذا هناك شروط هناك شروط إذن إذا إذا رآه من يثبت برؤيته الحكم فيلزم الجميع يلزم الجميع طيب إذا رآه أهل بلد هل يلزم يعني البقية أن يصوم هذه المسائل فيها معارك طاحنة لكن أقربها نعم منهم من قال يلزم شيخ ابن باز يرى هذا الرأي رحمه الله يلزم الشيخ ابن عثيمين علامة الوادع يقولون إذا اتحدت المطالع الجزيرة العربية مطلعها واحد فإذا رآه مثلا أهل عمان أو أهل الكويت المطلع واحد يلزم البقية منهم من يرى أن الإنسان يصوم مع أهل بلده وهذا هو الذي عليه العمل إلا إذا رآه بعينه قال له صم وأتى إلى الحاكم ولم يقبل قوله قال له صم فلا يجوز لك أن تترك يقين نفسك لشك غيرك هذا هو الصحيح يعني في هذه المسألة وكان الشيخ ربما يعني يكثر ويقول صارت المسألة السياسية مسألة شرعية إذا رؤي الهلال ورآه بعض المسلمين فالواجب على من كان في جهتهم وعلى سمتهم أن يصوموا وفي قوله لرؤيته دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار وهو قول أئمة الآل يعني آل النبي رضي الله عنهم وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم واختلفوا في الإفطار فقال الشافعي يفطر ويخفيه هنا إذا رأى الهلال وجب عليه أن يصوم فإذا رأى هلال شوال هل يصوم أو لا يصوم المسألة من مسائل الخلاف فهنا الإمام الشافعي قال يفطر ويخفي فطرة حتى لا يساء به الظن وقال الأكثر يستمر صائما احتياطا كذا قاله في الشرح الشرح الذي هو البادر التمام للمغرب رحمه الله ولكنه تقدم له في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناس إلا محمد بن الحصن الشيباني وأن الجمهور يقولون أنه يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقنه فناقض هنا ما سلف وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام بل يوافق أهل المدينة فيصوم الحادي والثلاثين باعتبار رؤية الشام لأنه يوم الثلاثين عند أهل المدينة وقال وأنه يعمل بيقين نفسه صوما وإفطارا هذا ما رجحه الصنعان لكن إذا خاف من إساءة الظن ولم يقبل قوله فليقتم وصيئة حديث الماذا الأضحى يوم يضح الناس الفطر يوم يفتر الناس هو الفطر يوم يفتر الناس قال ويحسن التكتم بها صونا للعباد عن إثمهم بإساءة الظن به لأنهم لا يعرفون قال ولمسلم عن ابن عمر فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين طيب هذه تأتي معنا غدا إن شكرا